يا خاليك الله يا شيعين والله انتم المفروض في السودان تكون اول ناس يؤمنوا بوجود الله يا خشوف الكيزاندل مع انه سفونا واكلونا بعد ربنا رازقنا لك الله دماء حكمة لغاية ما الى ان قيل فيهم اذا سئلت من الاشرار فالتجي به الجبهجي شر بلا شك ولا ريب وان قيل ما الكلب والخنزير يا رجل فقل الغدر في الكوز والايفاء في الكلب اما الخنازير ان عدت بلا عدد فالكوز شر اذا قارنت بالكذب وان قيل للكلب يا جبهجي وعوى الكلب من ذلك النسب ما تجي تلعب علينا احنا اخواننا ديل اخواننا ديل الكيزان شيخ هوبكر دا طالب في الجامعة الكيزان يتلموا فوقه الكوزة اللي اسمه منه دا ابديقين دي اسمه منه منزر يتلموا فيه دارين يضربوا لانه كشفهم وشيخ مزميل جزاوى الله خير نسأل الله يتقبل منهم واخواننا ديل يقبضوهم الكيزان ويبهدلوا فوقهم ويمرمطوا فوقهم ويقلعوا منهم المنابر ويمشي الدوا للصوفية ولغيرهم عرفتها؟ ما تجي التاجر لنا ساكن تلكيزان ما زوق في شي طيب الكيزان استغلوا الدين معنا الدين كعب كوز كعب والله الكيزان الكيزان بيناتهم في انتخابات الحركة الاسلامية بصوتوا بالبطاقة الشخصية قاموا سألوا امين حسن عمر قال له الحاصل شنو؟ قال له أن كوادر الحركة الاسلامية يمارسون التزوير بوصفه عبادة بتغرب لأله بالتزوير انت بتعرف شنو عن الكيزان يا أخوان ما تلعب علينا ساكن نحن الكيزان ديل بنمسك المناهج حقتهم القالة سيد قطب قال كده وعليه كده سب الأنبياء سيد قطب بيقول بوحدة الوجود أنكر العرش وأنكر صفة الاستيقافة كده نقاش علمي وقال التكفير في كتابه العدالة الاجتماعية ومعالم في الطريق والكتب موجودة هنا لكن تما عارف حاجة سيلكوز لو لما في كلة تتعاضضوا بس ما عندكم له أي حجة طيب تعالوا هنا أقروا أخواننا ديلة إن شاء الله يملك الكتب بتاع الشيخة تقعدين تبعسي ملوك كتب شيخة شيوعي ملوك كتب شيخة ناصري ملوك كتب شيخة كلك وبعد ما يملك ليه يوروك المواضع بتاعته وهي قائمة على شنو الحزب بتاعك بعد ذلك بيجي يرد عليك عرفتها كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماو طيب فالسياسة يا أخواننا كده السياسة ما فيها في الإسلام الطبق والصحابة ما فيها ما فيها يعني كذب ما فيها أكل أموال الناس عثمان بن عفار رضي الله عنه يجيبوا له الأموال بتاعت المسلمين بعد ما يقسم في بيت مال المسلمين يصلي ركعتين ركعتين في بيت مال المسلمين قال الحسن البصري رحمه الله ما كان يمر يوم في زمان عثمان إلا وينادي المنادي أن هلموا إلى أعطياتكم تعرف أعطياتكم معناه جنو معناه بإتقاعد في البيت يجي زول في الشارع كوريك يا ناس حاجاتكم جات الدوك لها الدولة الديك دعم من غير مقابل تعالوا واخذوا نصيبكم من الثياب ومن المال قال ومن السمن والعسل يقسموا عليك وإتقاعد في بيتك عرفتها؟ عثمان رضي الله عنه تجي تجارة بتاعته لأنه كان غني رضي الله عنه قبل ما يبقى خليفة جهز جيش العسرة في زمن الرسول عليه صلاة وسلام سبعمية ناقة وتلتمية فرس الليلة الناقة الليلة بتاعت السباغة الصعبة دي بتاعت الحرب النجيضة بيكم؟ بيكم؟ سبعمية ناقة رفتها تجي تجي تجارة عثمان تجارة المدينة يجو يقول ليه عثمان تجارتك دي جات ونحن دارين نكسبك فوق الدرهم بيدرهمين عثمان يقول له مانا سمعت أكتر يا عثمان الدرهم بيدلاتة سمعت أكتر لغاية ما وصله عشرة قال سمعت أكتر قال له نحن تجارة المدينة ما في أكتر قال ليهم سمعت الله سبحانه وتعالى يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء فوزعها بين فقراء المدينة عمر رضي الله عنه وأرضاه يشيل الدقيق ويلف بالليل القصة بتاع الزواج جدد عمر بن عبدالعزيز شنوه؟ هو من نسل عمر رفته؟ بأمه أو بأبيه المرى دي قصته شنوه؟ عمر رضي الله عنه ماشي بالليل ودي أخواننا البدعولياء السلفين إن المجتمع دي وحيد الله لما يخاف الله ما بيأكل حق الناس لما يخاف الله ما بيأكل حق الناس ماشي عمر رضي الله عنه بالليل سمع المرى بتقول فيما جاه في بعض الآثار إنه المرى بتقول ليه ليه بتا أمزجي اللبن بالماء قالت لها ما سمعت ما ما أمر بي أمير المؤمنين أمر ألا يمزج اللبن بالماء قالت وأين أمير المؤمنين أمير المؤمنين بكون نائم قالت ولكن رب أمير المؤمنين غير نائم عمر رضي الله عنه علم على البيت قال لي أولاد لو كان عندي رغبة في النكاح كان مشيتي اتزوجتها فتزوجها ولد عمر رضي الله عنه فأنجبت منه عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة والكلام يا طول في المطالعة قرق قرق زمان انت المفروض تركز مع المحتوى زي ما قال في المطالعة قرق زمان عمر رضي الله عنه امشي لف القمراء عندها اولاد والاولاد بيبكوا وعمل لهم قدرة والقدرة مدورة في موية بس ما في اي دقيق ولا اكل عمر يقول له الحاصل شنو يقول له والله الاولاد ما عندي لهم حاجة اكلهم بيبكوا من الجوع يقول له طيب ما عندي والفي القدرة داشنو قالت موية بسكتهم بيا الى الله اشكو عمر قالت كده فبكى عمر رضي الله عنه مشى بيت المال براه ومعاه الغلام بتاعه وشال الدقيق قالت لي ان عمر لا يفرض الا لمن فطمة منهم بيبكوا مفطومين عمر رضي الله عنه مشى بيت المال ويبكي غلامه قال لي كده نرفع عنك قال وهل تحمل سيئاتي عمر يوم القيامة شوف المراقبة يا الله دي كيف تشبكني ديكتاتورية وين بس غد يا زل ما تلعب علينا نحن ياخ كويس عمر رضي الله عنه قال لي بتشيل سيئاتي يوم القيامة لانه دي للصينين شيوعين باعتقدوا انه كترة الاولاد دي بتقلل الرزق ونحن عندنا في الاسلام انه اي بني ادم بيجي بيشنو بيجي بيجي